ورحمة الله وبركاته الزمالك تعاقد مع بدي رمضان صبحي باربع مليون دولار في مفاجأة صادمة للأهل حسم مسؤول التعاقدات داخل نادي الزمالك صفقة من العيار السقيل في مركز الهجوم بعد فشل المفاوضات مع رمضان صبحي لعب هايدرسفيلد الإنجليزي بهدف تدعم صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل للمنافسة على البطولات المحلية والإفريقية وكان رمضان صبحي أبلغ إدارة النادي برغبته في الانتقال إلى نادي بيرامدز في الموسم المقبل بسبب العرض المادي الكبير الذي طلقه من إدارة الفريق وعلن نادي هايدرسفيلد أمس الأحد أن الزمالك قدم عرضا ضخما لشراء رمضان صبحي إلى أن الصفقة لم تتم مشيرا إلى أن الفريق وفق على عرض الأهلي لكن اللعب هو من رفضه وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن نادي الزمالك حصل على توقيع نجم من العيار السقيل لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الفريق بداية من الموسم المقبل وقال المصدر نادي الزمالك حصل على توقيع أنيسة البدري لعب اتحاد جدة السعودي إلكترونيا في ضربة موجعة للأهلي الذي كان يتفاوض مع اللاعب التونسي أدف المصدر الزمالك اتفق مع اللاعب على الحصول على 4 مليون دولار في 3 مواسم بواقع مليون و300 ألف في الموسم الواحد وتابع المصدر الأهلي كان يتنافس على ضم البدري لكن اللاعب فضل نادي الزمالك حيث سينضم إلى القلعة البيضاء عقب نهاية الدوري السعودي مبروك للزمالك